السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء طلبة الصف الثالث الابتدائي النهاردة ان شاء الله هنبدأ يونت سري الوحدة التالتة عنوانها زي ما احنا شايفين بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد واتمنى تشايروا الفيديو عشان كل اصدقائكم يستفيدوا نبدأ على بركة الله عنوان الوحدة يا حبابي زي ما انتم شايفين on the weekend في عطلة نهاية الاسبوع يا مست دا احنا اخدنا on بمعنى على اه on بمعنى على بس هنا بمعنى معناها فيه لما تيجي قبل يوم الويك اند ديت نهاية الاسبوع ما هي يوم برضو يعني اقول on the week end on saturday on sunday on monday on friday قبل الايام بجيب on وقبل كلمة week end بجيب حرف الجر on طبعا النهاردة ان شاء الله هنشتغل listen one بس عشان ما يبقاش كتير عليكم واي حاجة انتم عايزين هكتبوها لي في التعليقات زي ما تعودنا وهذا اني افكركم يا سنة تالتة انا مجمع كل فيديوهات الصف السالس في قوائم التشغيل قوائم مكتوب عليها الصف السالس الابتدائي عشان الناس اللي قالت رتبين الفيديوهات مع بعضها عشان ما انتهش في البحث نبدأ مع بعض الدرس الاول زي ما تعودنا اول حاجة هنقرأ الكلمات مرة واثنين عشان نحفظها وبعدين هندخل نشوف القواعد او اللي موجود جواه الدرس listen to music يعني يستمع الى الموسيقى listen to music play sports play sports يلعب العاب رياضي collect magnets collect magnets يعني يجمع المغناطيس يعني زي ما انت شافين في الصورة كده جايب مغناطيسين تقريبا بيشدوا بعض او بيجذبوا بعض معناها collect magnets magnets يعني مغناطيس draw pictures sing a song sing a song sing يعني يغني و song اغنية sing a song pop music pop music موسيقى البوب take photos take photos بصوا حبيبي تيج دي اصلا يعني يأخذ تيج دي يعني ايه يأخذ بس ما تيجي مع صور معناها يلتقط يأخذ صور او يلتقط صور خلاص طيب وده كله بنعمله امتى في عطلة نهاية الاسبوع on the week int طيب هل يا تارة ده بس اللي علينا في الدرس الاول لا طبعا علينا سؤال مهم جدا هنحفظه ونعرف معناه what are you drawing هو المفروض what are you doing خلاص بس هنا بقى بتقول لها انت بترسمي ايه what are you drawing يعني ماذا ترسمين لو شال drawing ده وحط doing يبقى ماذا تفعلين what are you drawing قالت لها I am drawing a cat I love cats انا برسم اطة انا بحب القطة I am drawing a cat كلمة درو دي يعني يرسم I am drawing a cat I love cats قالت لأ فقالت له ايه يعني what music are you listening to مال هي الموسيقى اللي انت بتستمع لها are you listening انتم بلاحظين حاجة جديدة معايا هنا يا حبيبي حاطط للفعل I N G مزود يعني هنا درو بس يعني يرسم مزود لها I N G خلي بالك عشان هنتكلم في الموضوع ده بعدين وحنا بنشرح القاعدة listen يعني يستمع مزود له I N G طيب ده ايه بقى الفعل مضاف له I N G هنعرف بعدين حاجة اسمها المضارع المستمر I am listening to pop music انا بستمع للpop music it's very good it's very good طيب I like drawing but I don't الله I like خدناها قبل كده I like يعني انا احب و I don't like انا لا احب خركزوا معايا سنة تالتة I like I like I like ايه drawing هقول لكم معلومة كده على الماشي الفعل لما اضيف له I N G بيتحول لإسم انا بحب الرسم but ولكن يبقى برضو هنركز في الدرس بتاعنا النهاردة على حاجتين و يعني and ولكن يعني but I like drawing but I don't like listening to bob music تمام كده طيب فعلت لها طيب do you like collecting magnets do you like collecting magnets هل تحب تجميع المغناطيس بقالت له ايه yes I do يبقى السؤال اللي بيبدأ بدو اللي بيبدأ بدو لازم تبقى اجابته yes أو no yes I do أو no I don't تعالوا بقى بينا نشرح القاعدة اللي موجودة في الدرس ده ايه هي القاعدة الضمائر انا في صفحة 113 بالمناسبة عشان الناس اللي بتتابعني وبتسأل على رقم الصفحة 113 الضمائر انا يعني I البنت بتشاورى على ولد بتقول هو هو يعني هي البنت بتشاورى على الولد بيشاورى على بنت بقول هي هي she يبقى I he she نحن كلنا احنا كلنا we انت أو انتم you هم they هم يعني I Z تمام كده يبقى الضمائر كده عندي كان بقى سبعة ستة هو عملهم وقت اللي احنا زودنا تمام طيب قالك هناخد مع الضمائر دي فعل يكون فعل يكون I يعني أنا خلوا بالكم عاوزة أقول أنا أكون I am بنختصرها I am he is بنختصرها he أبصرف is she is we are you are they are طيب يا مس انت دلوقتي عرفتين الضمائر السبعة وعرفتين فعل يكون بعد كل ضمير ايه بقى حكاية الفعل اللي انا بضف له I N G ده مصدر الفعل اهو زي eat drink play مصدر الفعل اهو حط له I N G بجيب قبلي ضمير وفعل يكون بتاعه يعني I am he و is قبلي الفعل المضاف ل N G ده ليه يا مس ده عشان نكون زمن اسمه زمن المضارع المستمر شايفينه فوق زمن المضارع المستمر عبارة عن الضمير وبعدين فعل يكون بتاعه وبعدين الفعل الاصلي بتاع الجملة زي draw مثلا او play مضاف له I N G تمام كده طيب طب ايه المضارع المستمر ده بنستخدمه ليه بنستخدمه عشان نعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي يعني انا دلوقتي بلعب كورة يبقى now الآن I am playing football دلوقتي انا باكل الفطر بتاعي باكل sandwich اقولها ازاي now I am eating مش I eat بقى I am eating a sandwich باكل sandwich اهو بصوا معايا تحت كده الولد بيرسم دلوقتي اهو يبقى بيقول ايه I am drawing a picture طيب هي دلوقتي مسكة المغناطيسات عمالها تعمل ايه collecting magnets يبقى she is collecting magnets يبقى الضمير طبعا اي ضمير بعديه فعلي يكون اللي احنا قلنا عليه فعلي يكون بتاعه حتى اتفقنا ان كل ضمير اللي فعلي يكون بتاعه خاص بيه وبعدين مصدر الفعل وبعدين ING طيب they are taking photos هما بيلتقطوا صور بلاحظين ان اللي في اخر take اتحزفت لما جيت اضيف ING خلي باركو بقى من العبارة المكتوبة تحت يستخدم زمن المضارع المستمر للتعبير عن شيء ما يحدث الان وقت التحدث يعني وانا بتكلم في حاجة بتحصل دلوقتي يبقى دي مضارع مستمر طيب اخر نقطة نتكلم فيها درس النهاردة وان شاء الله ما تقلقوش خالص انا عارفة ان هي درس تقل شوية عليكم احنا هنعيد عليه مرة واثنين وعشر ما تقلقوش اهم حاجة تحفظوا الكلمات وتفهموا اللي انا قلتوا النهاردة ان الضمائر اللي عندنا سبعة كل ضمير بيجي بعديه فعلي يكون بتاعه الخاص بيه عشان اكون زمن المضارع المستمر بجيب الضمير وبعديه فعلي يكون وبعدين الفعل الاصلي مضاف له اي ان جي ده بقى عن حاجة بتحدث الان طيب ايه بقى لو حبيت اسأل سؤال اسأله ازاي يعني دلوقتي واحد بيقول لي انا برسم قطة فانا هسأله هقول له ماذا ترسم الان او ماذا ترسمين يا هنه what ماذا are you مش you are طب ليه انتي قلبتي وجبتي are قبل you لان ده سؤال في السؤال دايما بنعكس اجيب فيربتوبيل هو فعلي يكون قبل الفعل what are you drawing هنه تجاوب تقول لي i am drawing اكيد لحد هنا هنقف هتحفظوا لي الكلمات اللي احنا خدناها والتعبيرات اللي احنا خدناها وهتذكروا للمضارع المستمر زي ما قلناه وان شاء الله الحصة الجاية هنأكد عليه وهنحل عليه اتمنى الفيديو كون افادكم وتعملونا اشتراك في القناة وشير للفيديو عشان يوصل لكل اصدقائكم واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته